في حالات الوعي هو حالة الإدراك للذات والمحيط ويشمل كل من الصحو واليقضاء بالنسبة للسبات بخلاف الوعي تماما حيث يتمثل بغياب الإدراك للذات والبيئة المحيطة حتى بوجود منبه خارجي ستيبر الذهول هو حالة من ضعف الإدراك والإحساس بالمحيط لا تصل إلى الفقدان التام ولكن قد تشاهد هذه الحالة بكثرة عند المخمورين وأيضا بعد الإصابات والردود على الرأس أو السقوط أو الحوادث وبعض تناول الأدوية الأخرى أيضا كسايد إفكت لهذه الأدوية بعض الأسباب والأعراض وكيفية التدوير عن اضطرابات الوعي نتحدث عنها في هذا اللقاء إن شاء الله بالنسبة للأضطراب الوعي نتحدث بداية عن التشكلات الشبكية ودورها في الصحو تعد تشكلات الشبكية الموجودة في البريلستيم في جدع الدماغ من أهم الأجهزة المنظمة لحالتين الوقت اليقظة والنوم دكتور لو سمحت الشاشة عندنا مصبتة على المقدمة عفوا دكتورة الشاشة عندنا مصبتة على المقدمة السلايدات ما عم يطلعوا عنا اللي عم تحكيه طيب شكرا جزيلا للتشكلات لا قارو شارك شيء مشارك مرة تانية هلا أوضح الوضع ايه حكيم بس بس يكون النت الضعيف عند حدا ما بقلب عنده شاشة عند الأغلبية شغالة عند الأغلبية شغالة نحن وصلنا على فقرة التشكلات الشبكية ودورها في الصحب ايه تمام شكرا جزيلا دكتورة تعد التشكلات الشبكية الموجودة في جدع الدماغ من أهم الأجهزات المنظمة لحالتين اليقظة والنوم فالتشكلات الشبكية شغلتها شغلة كبيرة كتير بتدخل بأغلب اضطرابات العصبية وأغلب الوظائف العصبية اللي بتكون بشكل أساسي عند الطبيعيين والاضطرابات عند المصابين أغلبكم بيعرف أن التشكلات الشبكية فيه إلى قسم حسي وقسم حركي بشكل عام القسم الحسي تلقى التنبيهات وبيجيبها من المستقبلات الحسية ويمكن يستقبلها كمان من القشر المخي ومن المخيخ والجهاز التهليزي القسم الحركي تلقى التنبيهات من قسم الحسي وينقلها للأعلى نحو القشر مشكل الجهاز الشبكي الصاعد المفعل اللي هو الرأس وللأسفل نحو المراكز الشوكية وعصبونات جاما القسم الحركي علاقته مع العصبونات غالبا النجمية الموجودة في القرون الأمامية النخاع الشوكي والعصبونات المحركة السفلية بشكل عام يتم الاعتماد على تثبيت الجهاز الفعال الشبكي في بعض أدوية التخدير مثل ما أنه أحيانا تحصل أذية في هذه التشكلات كما في السبات ومتلازمة التعب المزمن واضطراب نقص الانتباه الأدوية هي البنزو ديازبينات لورازبام ديازبام ميدازولام إلى آخره هي بتعمل عبر زيادة الجابة مثل ما بتعرفوه فيتثبت النقل العصبي فيحدث فقدان للوعي لمحة بسيطة عن التشكلات الشبكية الاستقبالية اللي بتبعت رسائل لفوق وتستقبل رسائل وبتبعت رسائل لتحت وللقشر أيضا اليقظة هي عبارة عن إدراك المحيط وتجميع وظائف الفكرية والحركية والسلوكية والحسية وأيضا اضطرابات أو يعني خلينا نقول ما يحدث ضمن التفكير في العقد للباطن وأيضا تجمع ما بين هذه الوظائف جميعا يحافظ الدماغ على اليقظة عبر حلقة بين القشر الدماغي والمهاد والنواة القاعدية الصورة التوضيحية الموجودة بشكل أساسي على اليسار هي صورة هامة عشان نعرف شو بدنا نحفظ أو شو بدنا نركز فيهم بالنسبة للوعي واليقظة فالتبدلات التي قد تحدث عند اضطراب الوعي والأماكن المسؤولة عنها عم نشوف أنه الشغلات الحركية موجودة بالقشر الحركية الأمام وأيضا عنا بهذا المكان الجزء المسؤول عن اليقظة واللغة وهون مسؤول عن المنعكسات فأيضا حركات العين بجدع الدماغ وأيضا بالنسبة للمنعكسات الباسطة والقابضة بالنسبة للليقظة هو هام جدا أكثر شيء يتركز على أقسام التشكلات الشبقية لأنه هنا يلخصون تير أصص في موضوع الاضطرابات ما هي حالة تبدل الوعي؟ حقيقة تبدل الوعي قد يكون حادا أو مزمنا أو تحت حاد فحالة تبدل الوعي هي عبارة عن حالات يمكن تصنيقها من الأقل شدة إلى الأكثر شدة تغيّم الوعي الهذيان النوام تبلد الإحساس الذهول وأخيرا السبات فالسبات هو الأشد درجة في اضطرابات اليقظة اضطرابات الوعي بالنسبة لأضطرابات الوعي المزمنة أو تحت الحادة العتح فرط النوم الحالة الإنباتية أو النباتية فرس تعذر الحركة ومتلازمة المنحبس وموت الدماغ إذن هذه حالات تبدل الوعي المزمنة أو تحت الحادة والأعلى هي حالات تبدل الوعي الحادة وأكثر شيء نحن نشوفه بحالة بقسم الإسعاف هو حالات تبدل الوعي الحادة نجمعا الاستركات وإنفاركشن والسقوط من شاهق والطعون أو الحالة النباتية أيضا هي تعرف بمتلازمة اليقظة لكن دون استجابة فهي تتلو الأذية الدماغية حيث يكون المريض يقظا لكنه غير مدرك للمحيط وغير مرتكس لا يدرك ولا يرتكس لأي تنبيه ولكنها قد تدوم أحيانا مدى الحياة وقد تكون مؤقتة ويتمر بعدة مراحل فالمراحل التي تمر بها هي مراحل تدعى مرحلة البرسيستنت بيجيتيتون ستيت تعذرنا القطاع المرحلة الأولى هي مرحلة الحالة النباتية التي قد تستمر شهر أساسه هو البرسيستنت ولكن قد تصبح دائما بيرمننت وهي المرحلة الوحيدة غير قابلة للتراجع فإذا تجاوزت ثلاثة شهر في العادة ما بترجع وتنتقل أحيانا أن المرحلة تدعى إذ يعود المريض إلى وعيه لكنه لا يكون متجاوبا كثيرا يستجيب ببعض التنبيهات المحدودة ثم يخرج المريض منها ويطلق على هذه الحالة حيث يصبح الوعي أفضل ونصل أخيرا للشفاء قد تحدث بعد الردود النفسية المعقدة والردود الجراحية العصبية متوسطة الشدة في العام الأغلب إذن عنا حالات المسؤول عنها الحالة الإمباتية إما أن تكون حالة مدتها لا تتجاوز أو عندما تتجاوز مدتها الشهر فيمكن أن تكون permanent هي الدائمة غير قابلة للتراجع إذا تجاوزت ثلاثة شهور يعني ممكن يرجع المريض وإذا تجاوزت الشهر ممكن يرجع المريض ولكن بعد ثلاثة شهور غالبا لا يرجع أحيانا بيرجع المريض لحالة يتجاوز الحالة الإمباتية يرجع للحالة الطبيعية في بعض الحالات إذا كان موجود على التغيرات الصغرى أو التبدلات القليلة في الوعي اللي هي حالة منماليكاشاستيت ننتقل إلى موضوع آخر وهو خرس تعذر الحركة ولا تعتبر حالة تموت دماغي ويكون ريد صحيا ولكن غير قادر على الحركة أو الكلام أو الاستجابة وبين الفينة والأخرى قد ينطق بعض الكلمات المحدودة الموضوع الذي يليه هو موت جدع الدماغ وهام موت جدع الدماغ يستخدم في الكثير من حالات تشخيص موت الدماغ وتحتاج إلى بعض الاختبارات التي قد تكون هامة جدا في الكثير من الحالات سواء كانت حالات مرضية أو جنائية يمتلك جدع الدماغ المراكز الحياتية المسؤولة عن عمل معظم أعضاء وأجهزة الجسم عندما يتم تأكيد موت جدع الدماغ إذا أيضا الموت الدماغي هذا يعني أن المريض لا يمكن أن يعود إلى الحياة صار فيه confirmation تأكيد أنه يعني المريض غير قابل للحياة حاليا ولا يمكن العظم تأكيد موت جدع الدماغ بشكل نهائي لهذه الحالة يجب التأكد من دقة التشخيص باتباع الخطوات التالية التأكد من أن المريض ليس لديه اضطراب استقلابي أو نقص شوارد إذ أن اضطرابات استقلابية متعددة كهايبوغليسيميا شديد نقص سكر شديد مثلا أو اعتلال كحولي أو اعتلال دوائي انسمام دوائي بمختلف أنواع الانسمامات التي قد تؤدي إلى اضطرابات استقلابية انسمام بالأسبرين انسمام بالسيتامول او اضطرابات شاردية كالهايبوغليمية نقص البكتاسيوم او نقص الكالسيوم او اضطرابات السوديوم او اضطرابات المجنيزيوم بنقصها قد تؤدي إلى مشاكل تختلط مع التشخيص او وجود الحماض الاستقلابي او القلاء الاستقلابي لآفة استقلابية مستبطنة قد تكون مرضية كبيدية او كولوية او انتانية او قد تكون خلقية ايضا ثانيا يجب التأكد من أن المريض ليس لديه اضطراب غدي كأن يكون لديه اعتلال غدي كذري او اعتلال غدي درقي او اعتلال غدي نخامي شامل او جزئي او ان لديه انتوكسيكيشن مشكلة انسيمامية بتعاطي انسيمامات معينة سواء في مكان العمل او لأسباب جنائية او لأسباب نفسية ثالثا التأكد من غياب كامل منعكسات جذع الدماغ حيث يجب التأكد من أن المنعكسان القرنيان غائبان والحدقتان الثابتتان وغير مرتكستان للضوء وكذلك غياب المنعكسين الدهليزيين العينيين وكل الجهتين يكونان يعني غائبين غياب منعكس الغثيان ولا توجد اي استجابة حركية للتنبيه ضمن توزع العصب القحفي وعدم وجود اي حرنكة نفسية بعد فصل منفسة لفترة تسمح بارتفاع الضغط الجزئي لثاني يغسل تربون اكثر من 60 مليمتر اذا يجب التأكد من هذه الاشياء الثلاث دقة التشخيص اولا تأكد مريض ليس لديه اضطراب استقلامي ليس لديه اضطراب شوارد ليس لديه اضطراب غدي ليس لديه مشكلة زمامية ليس لديه غياب او عفوا لديه غياب كما منعكسات جدع الدماغ المذكورة آنفا لا يجب التركيز بمنعكسات جدع الدماغ وتأكد غيابها في هذا الشكل المبسط حيث نبدأ بان الحدقتان وحركات العينين والمنعكس القرني ومنعكس التهوء والاستجابة الحركية وعدم وجود حركات تنفسية بعد ارتفاع CO2 اكثر من 60 او 6.65 عند ايقاف جهاز تنفسي وكذلك الامر الدماغ المتوسط لا يعمل الدماغ المتوسط وكذلك الحدبة لا يعملان الحدبة لا تعمل البصر لا تعمل الدماغ المتوسط والحدبة والبصر لا تعمل سادسا البصر لا تعمل كل منها موافق للأترابات الانعكاسية في الأيسر حدوث اي خلال في دقة تشخيص الوفاة وكذلك مطلوبة ما التأكد من كل طبيب يعلنوا الوفاة لمرضى معينين خاصة في المرضى المشتبه بهم بإصابات جنائية ومرضى العناية المشددة والحالات العصيبة الزملاء العزاء ما هي الآليات المرضية لحدوث السبات يوجد عندنا أربع آليات مرضية لحدوث السبات الكومة الكومة بتشوفوه كثير بالمشافي حضرتكم إذا حضرت استاجات أو دخلت عيني مشددة أولاً إصابة القشري ثنائية الجانب حيث قد يحدث الضراب كنقص أو ارتفاع السكر هايبوغليسيميا فنقص السكر أشهد خطر من ارتفاعي في العمل أغلب ارتفاع السكر إلى حدود كبيرة مع عاوز الإنسولين عندما رضى ديابيت اسميرتيستايبون يؤدي إلى دخول المريض في حماد الكتوني السكر إذا كبيراً أو بالغاً يحدث ذلك يتطور عند المريض سبات فرط التناطح ويؤدي إلى تغيير الوعي في الحالات الشديدة المعضب الشديد المعضب الحمي عبد الشبت المعضب شكراً لكم. 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 وهو جدول هاموة لأنه يجمع أغلب الأسباب في جدول واحد. فيمكن الإطلاع عليها بشكل سريع حيث يحدث نعم. في هذا الجدول نجد أنه إلى الأيسر الاضطرابات التركيبية البنيوية. فقد يحدث تنشؤات نيوبليجيا أو هيدروسيفلس السسقاء أو نزف داخل دماغي انترخيرينيال هيمريج أو انسداد وعائي فاسكيرل إكلوجين. أو قد نجد بعضها حالات الانسمام. فالانسمام بالعوامل المهدئة أو المورفينات وأشباهها أو بعض اضطرابات أوروكسيد الكربون أو اضطرابات الكحول ومضادات الاكتئاب والصرع والاضطرابات التي تسبب نقص أكساجة نسيجية. وممكن أيحدث أيضا اختناق حول هذه الفترات بأسباب مختلفة وأيضا متلازمة السيروتونين إضافة إلى المتلازمة العصبية الخبيثة وإضافة إلى الاضطرابات المسؤولة عن كلوندين. اضطرابات الاستقلابية تحدث في قصور التنفسي وكذلك تحدث في اضطرابات الشوارد وقصور غدى الدرقية وعوز الثيامين وأيضا اضطرابات الصرع التي لا تحدث فيها اختلاجات صريحة. وهناك أيضا بعض المتلازمات أو بعض الشلول أو الاضطرابات التي قد تقلد حالة السبات. مثل لوقت إن سندروم والشلل العضلي العصبي والإيكنيك موتزم وأيضا الاضطرابات النفسية. وهي معقدة نسبيا وهذا الجدول نأخذ منه الشغلات الأساسية فقط لنطلع على بعض الأشياء الأخرى. ما هي أسباب السبات بشكل عام؟ هي ثلاث أسباب. أسباب غير مترافقة مع علامات عصبية موضعة وأسباب مترافقة مع علامات عصبية موضعة والمتلازمات السحائية. لما بتحكي مع الدكتور العصبية بفحص المريض أو بتشوف الطفل أو بتشوف المريض البالغ بالإسعاف. بيقول لك هل يوجد علامات عصبية موضعة ولا ما يوجد. ففي فرق بين الشغلتين فرق هام وجوهري يؤدي إلى التنبؤ بالإنذار والتنبؤ بنجاعة العلاج. فما هي الأسباب غير المترافقة مع علامات عصبية موضعة؟ حقيقة يكون جذع الدماغ سليماً وبزل السئل الدماغ الشوكي الطبيعي والطبق المحوري طبيعي. وتعدل الأسباب هنا عامة وليست نوعية يعني مي سيجنفكانت مثل الانسمام، الكحول أو الأدوية المنومة أو المهدئات، دروات استقلابية، نقص السكر أو ارتفاعه، انتنات الشديدة، حالات مبعد الاختلاج، وقصور غدى الدرقية، فرط أو نقص الحرارة. أما الأسباب الموضعة، فهي الأسباب العصبية بالخاصة نسبياً. إذن أسباب مترافقة بعلامات عصبية موضعة، تكون صورة الطبق بأورانين غير طبيعي فيها خلال معين، مع فحص سائل الدماغي الشوكي قد يكون طبيعياً أو غير طبيعي، وهو إن كان طبيعياً فلا ينفي المشكلة. تكون الأسباب موضعة في الدماغ، أشعها مواجهة أو مصادفة في الحياة السريعة والنزل، أو الاحتشاء، ثم الورم أو الخراج، وبعض الردود. الردود قد تسبب نزف فوق أو تحت الجافية. السبب الثالث هو المتلازمات السحائية تشمل جميع الأسباب المؤدية لتخرج السحائية، الورم والرد والضهاب السحائي. نشاهد علامات التخرج السحائي، بروزنسكي وكيرينغ وصلابة النقرة، قد يبدي فحص CSF وجود كرة بيض وحمر. إذن هاي أهم ثلاث مقاربات أساسية، مشارن نعرف أسباب السبات، اللي علاقة ومترافق مع علامات عصبية موضعة، معنات له مشكلة عصبية غالباً. غير مترافق مع علامات عصبية، مشكلة عامة، تلازمات السحائية إلى علاقة بالسحائية اللي بتحمي الجهاز العصبي المركزي. في فا نقوم بمقاربة مريض مسبوط. لازم نقيم درجات السبات، وأشهر سلم أو مقياس هو سلم جلاسكو. فنقوم بتقييم درجة السبات حسب درجات ومشعر جلاسكو. يعتمد سلم جلاسكو في تقييم الوعي على الاستجابة للكلام. وحركة العينين والارتكاس الحركي. يوجد ثلاث درجات للسبات بحسب جلاسكو وهي السبات شديد. تكون نتيجة النهائية بين ثلاثة وثمينة. السبات متوسط، النتيجة بين تسعة واثناش. السبات خفيف جداً بين تلتعاش لخمسة تلتعاش. هذه التصنيفات وهذه الأرقام هامة للغاية. فالاستجابة العينية بنعطيها أربع درجات. استجابة الـ Verbal كلام بنعطيها خمس درجات. استجابة الحركية ست درجات. ستة وخمسة إدعاش وأربعة خمسة عشر. علامة الكاملة خمسة عشر. الصفار ما في. يعني أقل درجة ممكنة بيجلاسكو هي ثلاثة. لأن إذا خدنا أقل شيء بالاستجابة العينية فتح العينين. نو ريسبونس والأسوأ استجابة بكلام الشفاء هي Verbal response صفر كمان. عفوا واحد نو ريسبونس. نو ريسبونس موتو ريسبونس. فبيأخذ ثلاثة المريض. فما في اثنين وما في واحد وما في صفر. إذا تقيم مريض بشكل عام بشكل عام. كدرجات. إذن بين ثلاثة وثمينة الشديد. بين تسعة وثناعش بتوسط. بين ثلاثة وثمينة خمسة عشر. خفيف جداً. ففتح العينين إما أن يكون عفوي. بيأخذ أربعة من أربعة. استجابة للصوت بفتح عيونه. ثلاثة من أربعة. استجابة الألم بيأخذ ثلاثة من أربعة. ما في استجابة أبداً واحد من أربعة. ما في صفر. أما الاستجابة للكلام متجاوبة. بيأخذ ويعطي خمسة من خمسة. بيخلط بالحكي بيأخذ أربعة من خمسة. إذا كان بحكي كلمات مبعثرة هنا وهناك. ولا يستطيع تركب جملة مفهومة. ثلاثة من خمسة. أصوات غير مفهومة. بس عبعن المريض. ما في استجابة أبداً صفر. يعني عفواً واحد يعني. ما في استجابة. أما الارتكاس الحركي. كون متجاوبة للأوامر. فع إيدك نزل إيدك حك أدنيك مسك إدنك اليسار. إش أكلت شربت الغداء كذا إلى آخره. وين كانت وين رحت وين جيت. نين. خمسة من ستة قادر أي وضحة مكان الألم. ما بحسن تجاوب للأوامر كله هذا. أربعة. العطف استجابة للألم. تلاتة. التشنج استجابة للألم. واتنين. البسط استجابة للألم. واحد ما في استجابة أبداً. من خياس جلاسكو أو سلم جلاسكو لازم يهدى ينحفز. يعني فهماً وبصماً. لأنه هو بيجيك وين ما كنت وشو مكان اختصاصاً. في الأعمى الأغلب تسأل عنه يعني. أو تضطر. لقياسه أو تقديره. حتى لو كنت طبيب عام بغيادة أو طبيب مقيم بمشفى أو طبيب إسعاف. طرق تحريض الألم عند المسبوط. الضغط على المفصل الفكي الصدغي وهو مؤلم للغاية بالجانبين. الثانيين. الضغط على قاعدة الأظافر أيضاً مؤلم. الضغط على الثقبة فوق الحجاج أيضاً مؤلمة. ننتقل إلى الفحص العام والعلامات الحيوية. فالنبض هام جداً تقييمه بالمشاكل العصبية. فإن بطءه أو بطء النبض براديكارديا قد يشير إلى ارتفاع التوتر داخل القحف أو التسمم بالمورفين أو قصور الدرق. أما تسرع النبض تاكيكارديا فقد يدل على حالة إنباتية يوريميا فرط نشاط الدرق. الضغط بلاد برشار يشير انخفاض الضغط الشديد إلى الإسهال الشديد أو التسمم بالبربيتوريت أو انسمام أو انتان شديد أو صدمة انتانية. أما ارتفاع الضغط الشديد فقد يدل على اعتلال دماغي بالفرط التوتر. نبض ضغط حرارة. الحرارة يدل ارتفاعها الشديد على الحالة الانتانية. بينما يدل انخفاض شديد على مريض كحولي أو تسمم بالأدوية. معدل التنفس قد يدل ارتفاع معدل التنفس على ذات الرئة. رائحة النفس كرائحة الأسيتون في الحماض الكيتوني السكري. رائحة الثوم أو اللوز في التسمم بالسيانيد. وهو خطر جدا للغاية وقد لا يصل المريض إلى قسم الإسعاف وهو يمتلك علامات حياة. الرأس والرقبة يجب البحث عن الردود في الرأس والعنق. والانتباه عند التحريك ما خوفا من وجود خلع. التحريك يجب أن يكون متأني جدا بخبرة بتأني عدم التحريك بشكل عنيف. حتى ما نزيد الطيم بلأ إذا كان في إصابة أو رد أو أذية عظمية أو أذية نخطعية كما تحدثنا في محاضرة التنساب. العلامات والأعراض المميزة هناك العديد منها التي قد توجهنا لسبب السبات. طبعا منها العد إذا كان في عد قد يدل على وجود التسمم بالبربيتوريت أو الكورتيسون. الفقاعة تدل على الإنسيمان بالبربيتوريت. جفاف الجلد يدل على الإنسيمان بالبربيتوريت أيضا. نحن نشوف ببربيتوريت ثلاثة. عد فقاعات وجفاف. طفح الفراشة المشاهد في الذئبة قد يكون لدى المريضة التهابة في أوعية الدماغ. الوجه المتوذم وترقق حواف الأجفان تدل على قصور الدرق. تصبغات في الثانيات والأغشية المخاطية تدل على داء أديسون. فرفريات قد تدل على إصابة مكورات السحائية. الطفح والنفعات الجلدية قد تدل على داء رئاب العقاديات. الجلد الأحمر المتورد يدل على الإنسيمان بأول أكسيد كربون. علامات الحقن قد تدل على الشخص مدمن مخدرات كالهيروين. اليسار SLE فقاعات قد تدل على الإنسيمان بالبربيتوريت. العد تناول ببربيتوريت أو كورتيسون. عمشوف منفقات عيونه وأجفانه على مقصور الدرق. صبغات داخل جوف الفم وعند الثانيات في داء أديسون. فرفريات إصابة مكورات السحائية. الطفح في الإصابة بذات الرئاب العقاديات. جلد أحمر متورد يدل على الإنسيمان بماذا؟ جلد أحمر متورد. إنسيمان سيوتو. سنت. ها. ننتقل إلى فحص منعكسات جذع الدماغ. عند المريض المسبوط. المنعكس الحدقي. حركات العيون. المنعكس القرني. وأنماط التنفس. المنعكس الحدقي. يبلغ قطر الحدقة. أو العدسة الطبيعية. 3 إلى 5 ملي متر. يقوم التعصيب الودي بتوسيع الحدقة. ونظير الودي بيقبيضها. تتغير استجابة الحدقة عند المريض المسبوط. وذلك يتبع لمكان الإصابة في الجهاز عصب مركزي. عند إصابة القشر المخي لا تتأثر استجابة الحدقة. وذلك بسبب سلامة التعصيب الودي ونظير الودي. إصابة الدماغ البيني تتضيق الحدقة مع بقاء الارتكاس للضوء. وذلك بسبب إصابة التعصيب الودي فقط. أما إصابة الدماغ المتوسط تكون الحدقة متوسطة الحجم. مع غياب الارتكاس للضوء. وذلك بإصابة الودي ونظير الودي. شوي من هنا وشوي من هنا تكون حدقة متوسطة الحجم. لا متوسعة ولا متقبضة. المتوسط متوسط الحجم. إصابة السقف تكتم وهو القسم الظهر من الدماغ المتوسط. تكون حدقة متوسطة الحجم أيضا. لكن نشاهد ما يدعى كنع الحدقة وهو حركات تقبض وتوسع يعني بتصغير وتكبر إصابة الجسر دبوسية بإصابة الودي إذن حقيقة الأمر المنعكس الحدقي هو من أهم المنعكسات التي يجب تحريها عند فحص منعكسات جدع الدماغ عند المريض المسبوط في أي تخصص إن كان وهي بالغة الأهمية بأن نعرفها ونعرف أين مستوى الإصابة هل هي قشرية أو دماغية بينية متوسطة أو إصابة في السقف أو إصابة جسرية فلابد من معرفة ذلك أما عن إصابة البصلة حدقة سليمة لكنها قد تتضيق تبقى الحدقة سليمة ولكنها قد تتضيق في إصابة البصلة بسبب العمل أغلب سليم تكون الحدقة متوسعة في التسمم بالأتروبين وتبوسية في التسمم بالمورفين ومركبات الفوسفات العضوية مركبات الفوسفات العضوية أو الفوسفور العضوي نلحظها غالباً إما بالتناول الخطأ لهذه المستحضرات أو بمحاولات الانتحار نجدها بكثرة في هذه الأيام في أقسام الأسعاف خاصة عند السيدات أو الأنسات بسبب الطرابات نفسية أو سلوكية أو عاطفية خاصة عند الذين يستخدمونها هذه المركبات المبدأة حشرية سهل استخدامها والحصول عليها مع الذين لديهم حيوانات أو ماشية أو لديهم يعني بساتين أو زرور غياب منعكسات جدع الدماغ عدل منعكسة الحدقي يدل على الانسمام الدوائي إذن غياب منعكسات جدع الدماغ عدل منعكسة الحدقي يدل على الانسمام الدوائي إذن صورة توضيحية بسيطة للحدقة أيضاً يمكن الاطلاع عليها للتأكد من مكان الإصابة سواء كانت قشرية أو جسرية أو دماغ بيني أو دماغ توسط أو بصلة التعصيب الودي وهو هام حقيقة سواء توضيحه التعصيب الودي القادم من المهاد وجهة الدماغ النخاع الشوكي والتعصيب نظير الودي من الدماغ المتوسط للحدقة نرى أنه نوات الدنجر وستفال نوات الحمراء المتوضعة نرى أنه نوات التعصيب العصب الثالث وهي هامة جداً نرى المهاد ونرى أيضاً تعصيبات الودية للأوعية الموجودة ما هي حركات العيون؟ هناك حركات عفوية تعني أن تكون عينين المريض باتجاه واحد أثناء الراحة والميز حالتين إذا كانت الإصابة قشرية فالمريض ينظر إلى جهة الإصابة باستثناء نوات اختلاج أما إذا كانت بالجذع فينظر المريض عكس جهة الإصابة إذن إذا في أذية جذعية ينظر عكس جهة الإصابة إذا إصابة قشرية مريض ينظر إلى جهة الإصابة حركة العينين العفوية بحال إصابة القشر والجدع الدماغ على هذه المنحنيات أو هذه المستويات المنعكس العيني الرأسي وهو هام جدا للغاية منعكس عين الدمية كثيرا ما يتم السؤال عنه بشكل سريري عملي وأيضا في الأسئلة النظرية وشو مكان اختصاصك يتم بتدوير الرأس بشكل أفقد اليمين وليسار بسرعة فنشاهد انحراف العينين وتثبتها على المحور الأفقي قبل التدوير وهو نفسه محور نظر مريض الفاحس الواقف أمامه يدل على سلامة جدع الدماغ يستطيع الشخص الواعي تثبت هذا المنعكس وتوجه العينين مع الرأس عندما يكون هذا المنعكس غائبا عند المسبوط فهذا يعني أن السبات عميق منعكس عين اللعبة أو عين الدمية عندما يغيب يدل على أن السبات عميق بإلك ومن مميزاتي كذا غياب منعكس الدمية أو منعكس عين الدمية فأوهام جدا عين اللعبة عين الدمية لازم نركز عليه المنعكس العين الدهليزي نشاهد وبشكل طبيعي عند حق الماء بارد في الأذن رأى عكسه اتجاه مكان الحقن وعند حقن الماء الساخن يحدث العكس الخلل في هذا المنعكس يدل على إصابة جدع الدماغ وهذا ما يحدث في حالة أيضا السبات العميق إذن الخلل في منعكس العين الدهليزي يدل على إصابة جدع الدماغ وأن المريض عادي عنده سبات عميق عم نشوفون إذا صبينا حقن ماء بارد بإذن اليمين بإذن اليمين فشو منشوف رأى عكس اتجاه مكان الحقن عم تكون الرأى رأى بطرف اليسار إذا حقن ماء ساخن فها بتكون ماء دافي بنفس الجهة بعكس الأول يعني المنعكس القرني وهو من المنعكسات الهامة جدا وهو منعكس دفاعي يكون فيه السبيل الوارد الحسي عبر العصب مثلث القوائم أو التوائم والسبيل الصادر الحركي عبر العصب الوجهي إذن المنعكس القرني فيه عصبين قرنيات الخامس هو مثلث الثوائم والسابع هو العصب الوجهي الوارد الحسي هو الحسي الخامس الحركي الوجهي في الحالة الطبيعية نختبره بلمس القرنية فيه ثلثية الوحشية السفلي بوساطة قطعة قطن مدببة بعد أن اطلب منه النظر الأعلى نلاحظ انغلاق العينين إيما تغيب؟ يغيب هذا المنعكس عند الشخص المسبوت إذن غياب منعكس القرني عند الشخص المسبوت وخلل منعكس العيني الدهليزي أذية سباتية عميقة في جذع الدماغ وغياب منعكس عين اللعبة يدل على سبات العميقة كذلك في أذية لجذع الدماغ المنعكس القرني السبيل الصادر والسبيل الوارد العصب الخامس حسي العصب السابع حركي ننتقل إلى أنماط التنفس عند الشخص المسبوت وهي أنماط هامة جداً تلاحظونها في الأمراض العصبية والأمراض التنفسية وأتمر معكم كذلك في بحث أمراض التنفس تنفس شاين ستوكس وهو من أهم التنفسات التي يجب تركيز عليها نشاهد فيه فترات من التنفس العميق السريع لديها فترات من التنفس البطيء الضعيف التي تنتهي بقطاع النفس عند مشاهدة هذا النمط فإن الإصابة حتماً في مستوى أعلى من جدع الدماغ القشر أو الدماغ البيني وهي معلومة هامة جداً تنفس شاين ستوكس نمط موجود فيه فترات تنفس عميق السريع فترات تنفس البطيء الضعيف السطحي التي تنتهي بقطاع التنفس سير أبنيا عند المريض أبنيا فالإصابة علوية أعلى من البرينستيم إما في كورتيكل أو في الدماغ البيني يشاهد فيه حالة قصور قلب احتقاني كنجستيف هارت فيليور واليوريميا والسماء الدوائي والأفاتر الاستقلابية وهذا مخططه على لبذبات أو أن تخطيط التنفس فرض التهوية فرض التهوية هايبر فينيليشن وهو تنفس سريع وعميق شبيه بتنفس كوزمول رح نشوفه يشير إلى وجود إصابة في مستوى الدماغ المتوسط أو الجسر يدل على وجود قلاء استقلابي عند المسبوط قلاء استقلابي عند المسبوط قد يكون السبب هوتشكن ديزيز نشاهد عند مرضى هوتشكن قد يكون بسبب فرط البكاء عند الطفل قد يكون مريض موجود عنه مشدد ووجود طلاب الطب يفحصوه وقال له خذ لك كيكي 20-30 نفس شانا نفحص الخراخر نعمي عندك ودمة رئة أيضا ممكن يصير عنده أدية استقلابية وهذا مخطط التنفسي التنفس المنقطع أو المتقطع ونشاهد فيه قطعة تنفس فترة بعد كل نفس يدل على إصابة النصف السفلي من الجسر وهذا مخططه التنفسي في شكل مخطط قد يكون هاما في بعض المراجع التنفس العمقودي نشاهد فيه انقطاع بعد عدة مرات من التنفس انقطاع بعد عدة مرات من تسارع النفس ودون زيادة في العمق يدل على إصابة أسفل الجسر ما كان الإصابة أخفض منه في التنفس السابق إذن هذا مستوى أقل التنفس غير المنتظم أو رنحي يدل أيضا على وجود نمط من التنفس غير المنتظم مشير أنها مستوى الإصابة في البصلة ويدعى أيضا بتنفس فيوتس تنفس غير المنتظم تنفس رنحي يعني منتظم يروح التنفس برجع بين أص شوي بزيد شوي بعدين برجع بزيد بعدين بين أص وهكذا نسبة لتنفس كوزماول وهو تنفس سريع يشاهد عند المصابين بحماض استقلابي حماض استقلابي مثل مثلا حماض أبو الكلوي أو الحماض العضوي إذن أنماط التنفس نعيدها وهي هامة جدا ويجب التثبت منها عند الزملاء وفي كل التخصصات تنفس شايني ستوكس هامل الغاية مستوى أعلى من جدع الدماغ فرط التهوية مستوى الدماغ المتوسط أو الجسر وقلاء استقلابي عند المسبوت صور أو نمط التنفس أيضا يجب أخذ لمحة عنه وأيضا التنفس المتقطع والعقودي وغير المنتظم هامة جدا ما هي الوضعات غير الطبيعية في وضعيات هدولة من يشوفهم بما يقيم مشعر جلاسكو وضعي تفصل القشر ويقوم مريض بيعطف يديه وبسط رجليه بيعطف إيدينه وبسط رجليه تكون الإصابة فوق مستوى النوى الحمراء المسؤولة عن المسؤولة العطف حيث يفقد القشر تأثيره المثبت على هذه النواة وعلى النواة الدهليزية المسؤولة عن البسط عن الطريق السبيل الدهليزي أي الوضعية وضعية فصل القشر الضبط عم نعطف بيعطف المريض إيديه بسكر إيديه وفي سباستيك وفي عنده بسط للرجلين وضعي تفصل المخ ديك سير بريد ويقوم بسط كل من يديه ورجليه والرأس ينحيان الثلاث بيبسط كل شيء وراسه لورا الإصابة وين؟ أسفل مستوى نواة الثالث نواة الحمراء بينما فصل القشر فوق مستوى الإصابة النواة الحمراء إذن علامات فصل المخ عبيبسط الإيديين ببسط الإجرين والإصابة تحت مستوى النواة الحمراء هون عبيعطف إيديه ببسط إجرين والإصابة فوق مستوى النواة الحمراء يعني بعض الاجراءات لازم نحن نعملهم يعني ابسمون الواحدين ثلاثة او اي بي سي بتريد تقييمات الاساسمنت الاساسي لمريض عنده سبات اول شي بنقيم التنفس طريق الهوائي النفس الدوران بعد وضع المريض بوضعية الافاقة نحاول انه انطبطب على ظهره او على كتفه بيهدوه بيلطف شفناه انه انت نايم ابو فلان ابو فلان اخيه كزا الى اخره الاختي هل مسبوط عشان شوف شو هو مسبوط ولا نايم ولا في شي معين ممكن اذا ما عنده سيطر على الطريق التنفسي نعمل ننبه بالمريض بالنبوب الرغامي نفتح خط وريدي ونقوم في حسكر ممكن نكون نازل سكر ومريض سكري بغجرة انسولين او ضوء سكر زيادة نعمل اذا جانب الاسعاف نعمل سي بي سي سي ار بي كرياتينين يوريا شوارد ايل تي طبعا سكر الدمع السريب على السريع وممكن اذا توجهنا لسبب انتوكسيكيشن معين او في عنا مشكلة بالكفل او الاموني او الكورتيسول ممكن نضائف درق ناخد القصة المرضية من المرافق حيث نسألها قصة رد او تناول ادوية عنده مريض سابق ادوية او سمو في حال عدم توفر مرافق نبحث في ملابس او حقيبة المريض او شي جنبه ممكن قصطره اللي هو غير مسيطر على الطرق البولية ممكن نصير في عنده يعني تبول لا ارادي ونقوم بفحص البول اخطية القلب او صورة الصدر البسيطة ممكن نطلبه يجب البدء بعلاج السبيب النوعي اذا عرفنا اذا لم نتيقن من السبب فيه شغلات نعطيها لها دول المرضى اذا ما عرفنا نشو السبب يمين ميت ميلي جرام هذا بيكون ناقص عند مرضى الكحوليين خمسين بالمئة السكر خمسين ميلي المرضى البالغين تعطي سكر وترفع السكر اهوان بكتير ما تعيف السكر نازل هيبوغليسيميا اديته على الدماغ اكبر بكتير من هيبوغليسيميا يعني نقص السكر اديته كتير كبيرة على الدماغ المريض اكتر من ارتفاع السكر حتى لو ارتفع سكره شوي ايهو المشكلة ايه ارتفع له شوي نالوكسون اذا كان متسمم بالمورفينات وعنده تطبيق تنفسي لومازينيل اذا كان متسمم بايش بالبنزوديازبينات ايضا هدول الشغلات بدأت تعطيهم يعني مثل السلام عليكم وضعت الإفاقة انه المريض كان متشطح على ظهره او طيب على بطنه فتحطه على جنبه على سيفه وبنقول بالعامية عشان اذا تقيا يطالع مفرزات الاقياء مفرزات تنفسية او فرط مفرزات لبرة ما تكون هاي المفرزات هي السبب بانه يستنشق المريض يتصرف عنده ذات رئاسة انشاقية يكون ما فيه شيء بعدين يستنشق ويدخل ذات رئاسة انشاقية ويدخل على المشفى واختلاطات هاي ذات الرئاسة بشكل عام كانت هاي المحاضرة هي محاضرة خينو العملية بامتياز منعكسات كتير يركز عليهم اجراءات كتير هامة وضعيات هامة بشكل عام شكرا جزيلا لإصغائكم اذا حدا عنده من الزملاء والزميلات اي سؤالة واي استفسار يتفضل ممكن نستفيد جميعا حكيم ماذا فصل القشر وفصل المخ ما في داعي لحد ان انا عشوه اونا ملوشي انه تاهمه ايك نعم حقيقة هذا صار بالإن بستيج في المرحلة الاخيرة الا ان كان هناك طبعا انتم كطبيب مطلوب انك تنعش الجميع يعني في شكل عام بالشي الموجود عننا محليا وما في حدا عننا من المرضى كاتب على صدره او كاتب على ايده او معلق بطاقة انه دين ار حق الامر فلذلك انه انت ممكن تنعشهم كل اياتهم لكن هدول المرضى في العمل اغلب بالدكتور بيكونوا هن بالاساس موجودين بوحدة العناية المشددة ومتعرضين لكتير من حالات الانعاش غير نقول او معروف مرضهم او اذيتهم دماغية او القلبية او البعائية لكن ممكن يكون بسبب انسمام دوائي فما ممكن احنا نترك المريض وما ننعشه طالما قلبه عبده نظل نعطيه فرصة للحياة حقيقة وهذا الامر موضوع هام جدا يعني ما فينك انت توقف الانعاش الا بعد اجراء كل حالات او اجراءة الانعاش بالزمن الكافي وبالتقنية الكافية بالجودة المناسبة بوجود الستاف بوجود كل الكوادر الطبية المؤهلة بوجود طبيب موجود مسؤول بعدين ممكن بعد انتهاء فترة انعاش تاخد خلينا نقول قرار بالوفاة بالتأكد من منعكسات جدع الدماغ كما ذكرنا آنفا علىه الا انه يعني هذا السؤال هو حقيقة شائك انه اي ما تنقف الانعاش فنحن ما من نقف الانعاش آآ بهي بهي الطريقة يعني لانه ممكن يكون المريض متل ما انه انه فوق في عنا فترات آآ الغياب على الوعي اللي ممكن تستمر آآ اكتر من شهر ثلاث شهور واكتر من ثلاث شهور وممكن يرجع المريض وممكن يكون في قصة دوائية وهذا الشي مر علينا كتير بمرة سريرية يكون مريض عنده جرعة انسيمامية آآ بأدوية قد لا تحسب آآ او لا يكون اعترف بها او ما بيحكوا الاهل مثل مثلا طفلة صغيرة مثلا عمرها ثمان سنين اجت عاب تشرب شراب دواء السعلة اللي فيه انتيهستامين فيه ديكيستروميثورفان هو مضاد سعال مركزي قشري طعمته كتير طيبة الشراب فراح تغبت العلبة فصار في عندها انتوكسيكيشن وصار في عندها كوما وصار في عندها علامات فصل القشر هاي طبعا اهل الاهلو ما فيه شيكان يا دكتور كانت عاب تسعوله صدره ملتهب وبعدين ممنع فيك صار معها فجأة اختلجت اختلجت نص ساعة هي عاب تختلج بعدين صار معها هيك هاي بدك يعني هاي شو هدا تسمهم بايش بمشتقات المورفين ديكيستروميثورفان مشابه للمورفين فهي المريضات توضع في العنان المشددة تنباب لأصولا حسب الاي بي سي ويعطى النالوكسون بشيء اسرع ما يمكن وانا بقولك من تجربتي العملية على العشرات من هؤلاء الاطفال مجرد ما تعطي النالوكسون من هون انت احكم بالوريد من هون بتلاقي المريض خلاله دقائق قليلة صحي المريض بده يؤمن عن جهازنا في الصناعي لانه زال التأثير السمي بشكل عام اما مثلا بعض المرضى اللي مثلا يعني عنده رد شديد حادث سير شديد سقوط من طابق جدا مرتفع شاهق زي ردية بطلق ناري دماغي يعني اولئك المرضى اظن دكتور انك قصدتهم فهؤلاء المرضى يعني وصلوا الى مراحل انتهائية اندستيج ولكن احنا بممارسة السريرية الموجودة في المنطقة الممارسة المستخدمة هي الابقاء على حالات الانعاش حتى الرمق الاخير اتمنى يكون السؤال يعني اوعفون الجواب قد وصل اليكم وياكم دكتور هل توجد مداخلات اخرى او اسئلة اخرى من بقية الزملاء اذا ما في اي تداخلات او اي مداخلات اه ننهي المحاضرة اليوم ونلتقي بكم في الاسبوع المقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة